سلام سلام حبوباتي زيناتي شويتراتي وشراكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير هنا تلاقينا اليوم في هادلا نوفال فيديو اللي فيها فقارات بزاف بزاف متنوعة ان شاء الله راح تعجبكم اول فقرة حبيت نبدأ بها هو هادا التفريشة اللي جاتنيكم كادو من la page instagram 3DL creation litri اللي نشكرهم بزاف 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 على الهدية اللي عجبتني قاراف انا نوري لكم فيها البنات هادلا باروخ فيها 6 پاس فيها ربع مخاييد فيها لعوص دو كويت وفيها اندراوس اقول هادلا نوريكم زوج مخاييد جاي سامبل ماهوا ليس فهم كمام هكد تعزينا شوية من الفوق هكاork بالكوردان جبلار بي مالتحت يتفتحو بونفرموتوري كلر واهدو ما اللي عجبني فيهم انو يتغلقو تاني بونفرموتوري tablespoons يعني هادو ما ليبوطان اللي راكوتوسو فهم هما شباح برك يعني اللي مخدات أعنا م santغلقش بليبوطان وإنما مراهم راح نتلقاوا باش تدخلوا المخدة تاعكم وتغلقوا عليها المخدة ما راح تبان ما راح تخلج ما راح تتزعز عن بلاستها c'est vraiment un model اللي عجبني بزف بزف دايير كي لحقني كي لحقتني هاد la parure قاعدة نحوص يا ربين منين تدخل المخدة منين تدخل هم بعد باش شفت ملتما بلي كينا باش تدخل المخدة vraiment top vraiment c'est une idée هاي اللي عجبتني بزف باراي بولاوس دو كوات هي تاني نفس السيستام يعني راح نتدخلوا لكوات تاعكم من هاد الجهة اللي كان فيها هاد la grand fermeture راكلة وتغلقوا على لكوات تاعكم باش مات تزعزع مات بوجين بلاستها اي سورتو مات بان من كشفت حاولها وهنا يراني نوري لكم تو سمplement لدغاوس اللي جاي سمبل في الغوز هكدا مناقت راح نتشوفوهم دركا كيفاش حنفرشهم الريزوتا اللي جست مانيفيك اللي هنراني نعمر في المخايد راح نتشوفو هاداك السيستام شحال هايل فراما سهة مودل ما يكذبش عليكم أنا ما كنت شايفة تو ديجا دونك فراما فراما عجبني يعطيهم الصحة هما سيون توت بتت باج اللي حلت غر كيمة يعني لاباش تحوم راهي جديدة دونك ان شاء الله هتفرحوهم بالاشتراك تاعكم وراحين تكونوا من أول المشتركين في لاباش تحوم فرحوهم البنات تدولي تكرياسيون لتخي راح نتشوفو دي مودل اكيد راحين يعجبوكم خدمة متقونا والله العدمية البنات ماشي بش نشكرهم راكو تشوفو أنا دايما نحب نقرب الصورة للمنتوج بش تشوفو بعينيكم متقولوش مريو ما راهي تشكر بارك شوفو هاديك الخياطة شوفو هاديك الفينيسيون شوفو شوفو كالكولر غري روز يعني ما شاء الله شوفو كما قلت لكم الفينيسيون الخياطة كيفاش ما شاء الله يعني ما شاء الله نعقلو واحد يخدم من قلبو يخدم بسكو يحب هذيك الحاجة وواحد يخدم بارك يخدم بسيرية فريمو نعقلو الخدمة التي يحبو خدمتهم شوفو الهنا الكوات منين تدخل من هذيك الفينيسيون تعودوا تغطيوها فهذا كل جزء تعليق ماش مرحي بانوالو خدمة هاي لا تقول لي مشري ولا غير ما تقول لي مشري ما شاء الله لقوة إلا بالله عند هذو تخمو راح نشوفوهم على الصفحات تحت على الانستغرام أكيد تاني راح نيعجبوكم فريمو سيون باش كو جو كونسي ديجا بسكو خدمة متقونا ما شاء الله شوفو كيف اشخرج لي هذي الفراش مانيفيك مانيفيك هذي لقوة بيانسور فيها دوبلا فاس دونك راح نقدر تقدر ديروها من هذي الجيهة تع القماش القري المنقط ولا من الجيهة تع هذو كل فلور ما شاء الله لقوة إلا بالله نشكرهم مرة وحد أخرى بسكو فريمو عجبني هذي الفراش دونك هني هنا يقلبت لكم لقوة باش تشوفوها هاي لكل جيهة التانية تح دونك لغوز بهدو كل فلور ورح نوري لكم هذو ما اللي بتتاي كي فون توت لا ديفرانس شوفوا اللي هنه اوش دارت لكم دارت لكم حاشية على لوكوتي وفي هذو زوج قفيلات هكذا باشي لك انا سيجام تنحولكم القفلات ستعلم خايد وتبحرو راح كأنا بغمو هدو ما اللي ديطاي اللي يعرفوني بلي الانسان يخدم صح من قلبو دي ديطاي كي فون توت لا ديفرانس ما شاء الله هاوليك دونك لدغاوس كيفاش جان تلعت لكم لقوة باش تشوفوه ولا كالي تتعلق ما شو الله هي البنة غير تقولي حرير ما شاء الله ما شاء الله ديما او نور دونك جوزو للصفحة اشتركو فيها passeوا انجوزو دوركال الفقرة التانية تعل فيديو تعنات عنها اليوم اللي هي عبارة عن وصفة تعل باتي تعل الدجاج رح نسحقو فيها حبوبات 300 غرام تعل بلوند بولي نسحقو 60 غرام تعل سميد يكون رطب 50 ميلي لتر تعل زيت زيتون ولا ميلانج ما بين زيت زيتون وزيت صنغو هاد الفلفل الحمر بانسيفا كو التعطيف زود حبيبات تعلبيض نسحقو كذلك كمية من المعدنوس ونسحقو شوية تعل زيتون انا لدي هادك زيتون المشوي لكن انتوما تستعملوا اي نوع تعل زيتون بالنسبة التوابل نسحقو فلفل حمر وتوم بودرة اول حاجة رح نحكمو الكمية تعنات الدجاج نحطوها باش تترحا ولا تشرو كاريما انتوما دو بلوند بولي مرحي من عند لبوشي تاعكم بعد ما يترحا هادك نضيفو عليها زوج حبات تاع البيض الكمية تعنا تع سميد الكمية تع زيت زيتون ولا زيت صنغو مع زيت زيتون شوية تعفلفل حمر وشوية تعتم بودرة رح ننضيفو اكيد كمية مليحة كامام تع الملح ونرجعو في الخلاط الكهربائي تعنا باش يتخلط المزيج هادك مليح مليح بعد ما يتخلط المزيج تعنا نصبوه دون زيناس نفرغوه كامل ونكملو عليه شوية تع فلفل حمر زيادة باش انا شفتو بليجاني شوية صفر لان زيت الفلفل حمر باش يعطين لون شباب انتو معلقوا لحال هادش يعود للدوغ تعكم نضيفو كمية المعدنوس كمية الفلفل الحمر مقطع صغير الكمية تعنا الزيتون ونحركو كامل هادو المكونات باش ندخلوهم مع بعضهم ويكونو كامل المكونات يعني مخلطين مليح مع هاداك الخاليط تع الدجاج نجو نصبو الخاليط تعنا فوق ورق الورق الشفاف ونبعد رحين نشكلو هكدا بالورق الشفاف تعنا حين نغلقو على هاداك الخاليط تعنا نربطوها على دو كوتي ونجو نقومو بهاد العملية ندوروها هكدا هكدا حتى يتشكل لبودان تعنا بكل سهولة رحين نجو نغلقو الاطراف كما راكو تشوف اللي هنا ومن بعد رحين ناخدو ورق الاليومينيوم ونغلفو مليح هاداك لبودان تعنا ونغلقو عليه بعد ما نغلقو عليه رحين نحطوه في مارميت يكون فيها ما يغلي ونحاول أن الكمية تغمر هاداك لبودان تعنا أنا اللي هنا كانت كمية لما ماشي كافية فارح تزد كمية واحد ورح تنغطي كامل هاداك لبودان ونخليه طيب كما 40 دقيقة اللي بنات كنتو تشوفوا في يدو كنطيب في هادو مالي مارميت اللي كنتو شتوهم معايا في في فيديو سابق هادو مالي مارميت اللي راح نتلقوهم في الانستغرام ياسارا ماركت اللي بنات نرجع ونقول بلي الكاليتة تحوما لي مانيفيك عندي شحالو أنا نستعمل فيهم وان طيح عليهم غير هما قعدوا كي ماراهم ما تزعزعو ما كحالو ما والو لكاليتة الينوكس تحهم مانيفيك 18-10 من أجود أنواع الينوكس لبخي تحهم تخيز اكسيسي بالليبنات فرانش من لكاليتة هادية اللي راح يقدمو فيها هاد المنتاج تتعيسارا ماركت لبخي تحهم راحو تقريبا باطل لبخي تحهم شباب والله غري يزيدوا النسك يتحطوا في الكوزينة هذا ديكور كاريمن بزف بزف شابين لبخي تحهم ماشي حاجة لبنات جووز انتظروا لبخي تحهم ياسارا ماركت راحو عندهم هادو مالي ماركت وعندهم منتاجات واحد أخرى بزف بزف ملاح و الجودة تحهم ما شاء الله راني راح نفتح عليه غير بالعقل فات اتنسيون كيكون سخون نحيه من هادك البابيا الويمينيوم ونزيد اكيد نحيه من هادك الورقة الشفاف راح نتشوفوا النتيجة سهل حقيقة طريقة التحضير سهلة جدا والمدقة رائع اكيد راح يعجبكم انا الهنا يرى سخون راح نجي كاما منقطعو لدواعي تصوير لكن انتوما خلو البودان حتى يبرد مليح مليح باش نتشوفوا لك الويمينيوم اكيد بل راح يشاهيكم وعلى بالي بل كامل راح نجربوا الوصفة بسك يشاهي بزاف انا واحدة لو كان نشوفوا اكيد كنت راح نجرب الوصفة بسك فراما سهل اكيد سهل بل صحي على بل كم وش وربما اشياء ما تكونش توجه توجه صحية وما تكونش توجه توجه مالورز ما موثوق فيها اكيد في حياتنا طحنا ولو مرة في الكاشير اللي فيه شعرة اللي فيه ريشة اللي فيه حشرة المهم المهم لبنا تشوفوا الوهباتي تعنا كيف يجي من اروع ما يكون شكلا ومداق نشوفوا الشكل التاعه والمداق ما نحكي لكمش سينتوري هاي على بالي رح يعجبكم تقدو تستعمله باش تديروه في السالات تعكم باش تديرو به لساندويتش باش تاكلوه طو سمplement هكذا تحطوه في بوفي ولا تديرو به المهم الحاصل حاصل تديروهم بعد سهل على بالي بلا راح نتلقى لو ألف استعمال المهم شوفوا النتيجة اللي بنات إلا كنسيتوا لغسات كالعادة ابعتوا اللي تصور والتطبيقات تعكم سور انستاغرام أنا سمفيت توجور بلزير دو نتجة تع تطبيق الوصفات تعي نتمنى ان شاء الله انكم رحين نتجربوا هاد لوباتي اللي بنات تعو مضمونة الشكل تعو رحون تشوفوا فيه بعينيكم وزيد كي ما قولنا صحي وعلى بنا وش نناكل وش ننمد لولادنا وعلى حبوبات هاد اللي نكملناها إلا عجبوكم هاد النوع تعالي رسات مع لكم غار تقولوا لي في les comment باش نكتر لكم منهم مكان حتى مشكل لبنا تشوفتكم باللي عجبوكم لدي درني فيديو اللي فاهم در رسات ركو طبق فاهم دون لاني شاك فيديو جساي دو فار ين سهلا مهلا إلا عجبوكم هاد لتيب دو فيديو زيد وقولوا لي باش نتشجع إن شاء الله ونكتر منهم حبوبات هادي كانت الفقرة التعنيات على فيديو تعنا اليوم متمنى تكون عجبتكم خلونا درك بيدون إطالة نجوز للفقرة التالية تعنا اللي هي عبارة عن تدبيرة من تدبيرة مريوما وشنو هي هاد تدبيرة خلونا نشوفوها التدبيرة تعنا هي سهلة وبسيطة كيفاش نمسحوا البوتاجي تعنا وطوابل تعنا وتقعد فيهم رائحة طيبة وتقعد الكوزينات تعنا كامل تريح 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 رحين ناخدوا بخاخ لبنت ونضيروا فيه كمية من منظف الأرضيات ولا هدك الأفصل يعني ولا معطر الأرضيات ونزيدوا عليه شوية تعمى ونغلقوا على هدك البخاخ ونخليوها سبيسيال ونمسحوا به البوتاجي والطوابل فوالا حبوبات أكيد بعد ما نكونوا نضفنا مليح لشيفان تعنا أنا كما شتوني نغسلو توجوغ بالسابون طرف بسكو السابون طرف هو لي نقيهم مليح وينحي منه هدوك الدوهون وكامل ومن بعد الكوزينة اللي شم الطابلة تعي وليحت اللي يدخل كاريم للكوزينة رح يشم رائحة طيبة جدا 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 وهالك النتيجة بكل سهولة ودركا بعد ما نقيت حالتي ومسحت كلش جيت نحط لدي سيختار لدي سيختار هذا الحقلي من الباج انستغرام كاي كان بيك نسرين لنشكرهم بزف 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 بسكو فغيمن جمسوي غي غالي يعطيكم صحة شكلا ومدا قانتاني ما شاء الله شوفوا معي البنت وش لحقني لحقني هادك لغاتو شوكولة لحقوني هادو ما للي بتت بول تاع شوكولة بلان نوار ولي pistache الحاصول هادوك للي بتت بسكو لرا كو تشوفوا فيهم ومن سوش بيان سور للي بتت تش 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 اشتركوا بقعتوا للمبرجا كي تش مانيفيكم بون شكل تح هايل شوفوا هكيف شدير ما شاء الله هلا راح نخرج كل شملة سع شاهم لبت باش تش شوفوا هادو ما لي بسكو تش مانيفيكم بون فهم شوكولة بلان شوكولة نوار كما قلق لكم وحد لابات هكذا بال بل بل كل واحدة كيفاش دايرة لما برجا شوفوا الشكل تحت قوشي بالمستارة ما شاء الله ما شاء الله وهاد اليوغاتو اللي قتلني انا لداخل قعب الشوكولة وشوفوا هادك التزيين اللي من الفق والله يا لبنات اول حاجة حبيت تنقولها حبيت تنقول ما شاء الله على المبديعين تاع هاد لدرنيه تان بكري بكري ما نكتبوش على رواحتنا ما كانوش ديسبوني بل هادو مالو جاندو شوز حاجة شابة يعني تروحي للاباتيسخي تلقيوش كاين جيبي من داك يعجبك والمنتوج من داك ما يعجبكش ميدورك الحمدول الله راهو عندنا لشوا وعندنا لكاليتي سورتو شوفوا كيفاش مخدوم هادو ماليبتي بيسكوية شوفوا كيفاش مخدوم هاد لبتي قاتو فغيمو ما شاء الله ما شاء الله لا باج انستاغرام كيك انبيك انا يا دقت مالغوزمون بو ما دقتوش مفاتموا كنفيانس ماداقة رائع والشكل كيفما قلت لكم قبيلة توجع نحب ندني لكم هكذا الكاميرا باش شوفوا بيا لديتي تاع الخدمة وشوفوا اي حاجة نوريها نحبكم شوفوا كيفما نشوفها انا يا شوفوا هادوك التزيينة اللي راهم الفق ولكولور ودنيا فغيمو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ووالا فيوالا حبوبات بهذا نكونوا ان شاء الله لحقنا لنهاية لفيديو تعناته عنها اليوم ان شاء الله ياربية تكونوا خديته وكامل هادوما لي بان بلان لي مديتهم لكم جوزوا لي كماند تاعكم إلا عجبوكم المنتاجات تضربوا عليهم طلا وتشتركوا عندهم نسخس كبور لزنكوغاجي نتكلع عليكم على بالي قلوبكم طيبة لدرجة أنكم تشجعوا كل واحد يسلانس دانزان بروجي ولا راهو حاب يلحق الحاجة ولا حاب يلحق الهدف والا حبوبات أنا نضرب لكم إن شاء الله موعد في فيديو قريب جدا جدا دي سيلان قولكم تحلولي بزف بزفر وحتيكم تبقاوا على خير وباي باي يا حبيبات قلبي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة